قواعد التعامل مع المشاكل الزوجية في حوار مع ابن المتزوج حديثاً قال لي المشاكل الزوجية تتساقط على المنزل لقد عجزت عن التعامل مع تلك المشاكل قلت له لا تعجز هناك قواعد وأسس للتعامل مع المشاكل الزوجية عزيز الدارس تعرف على قواعد التعامل مع المشاكل الزوجية وذلك من خلال الموضوعات التالية خطوة بخطوة تتعامل مع مشكلتك الزوجية ما خاب من استشار تحديد المشكلة طريقك للحل احذر الصمت انشطة دينية خطوات التعامل مع المشاكل الزوجية المبادرة الفورية لحل المشكلة طوق المشكلة بينك وبين زوجتك فقط استشر من تثق به من الحكماء ابتعد كل البعد عن دواعي التوتر والاستفزاز حدد المشكلة ولا تتجاوزها إلى خلافات سابقة احذر الصمت اصغب اهتمام للطرف الآخر لا تتكبر ولا تتعالى عن الاعتراف بالخطأ لا تحاور شريكك بأسلوب المطالبة بالحقوق التي لك احرص عند حوارك مع شريكك أن تبدأ بذكر إيجابياته الاعتراف مسبقا أن لكل طرف خصوصية تتناسب مع طبيعته ليس بالضرورة أن تحل المشكلة جذريا في البداية تعامل مع المشكلة على أساس أنها مرض يحتاج إلى علاج وليس صاحبها تذكر أنك تتعامل مع بشر والبشر يخطئون ويصيبون قواعد ذهبية للتعامل مع المشاكل الزوجية المشاكل الزوجية لا يتم التعامل معها بطريقة عشوائية وإنما هناك قواعد ذهبية للتعامل معها بحكمة ومن تلك القواعد ما يلي المبادرة الفورية لحل المشكلة وعدم طي صفحتها أو تجاهلها طوق المشكلة بينك وبين زوجتك فقط ولا تجعلها تتسلل خارج أسوار الزوجية وخصوصاً الأهل استشر من تثق به من الحكماء واستشر أيضاً العارفين والخبراء في إدارة الخلافات الزوجية ابتعد كل البعد عن دواع التوتر والاستفزاز ونصيحة أن يحفظ كل منكما لسانه حتى لا تتعقد الأمور حدد المشكلة ولا تتجاوزها إلى خلافات سابقة وهفوات قديمة فتجمع الكل في سلة واحدة لأن ذلك يجعل الفكر مشتتاً والعمل على حل المشكلة غير منظم احذر الصمت وعليك أن تتحدث مع شريكك عما يجول في ذهنك من فهمك للمشكلة وعن عواقبها وأضرارها أصغب اهتمام وجدية للطرف الآخر ولا تجعل كل همك الرد عليه وتسفيه رأيه فربما كان الحق معه إذا رأيت الحق عند شريكك فلا تتكبر ولا تتعالى على الاعتراف بالخطأ والثناء على قوله ومعاهدته على البدء من جديد لأنك بهذا التصرف ستجني ما يلي تكون قد وضعت يدك على السبب وعرفت كيفية علاجه السعادة والراحة التي ستجنيها من أخذك بالرأي الصواب يقوي علاقتك بشريكك لأنك أخذت برأيه وستشعره بالثقة بتصرفاتك لا تحاور شريكك أو زوجك بأسلوب المطالبة بالحقوق التي لك بل أشعره أنك تريد أن تضع يدك بيده للوصول إلى حالة أمثل وأن هذه المشكلة هي العائق بينكما فلنتعاون على إزالتها احرص عند حوارك مع شريكك أن تبدأ بذكر إيجابياته وفضائله لكي تشعره أنك تنظر إليه بنظرة متوازية وموضوعية قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم فإن هذا يرقق القلب ويمهد بأن يتنازل الطرف الآخر عن رأيه إن كان متعصبا له الاعتراف مسبقا أن لكل طرف خصوصية تتناسب مع طبيعته مثل بروز الحالة العاطفية عند المرأة أكثر من الرجل وما يتبعها من غيره وحنان زائد وخوف أحيانا من أشياء يسيرة ومثل اعتداد الرجل برجولته وإحساسه أنه القائد في البيت إلى آخره ليس بالضرورة أن تحل المشكلة جذريا في البداية بل يكفي في البداية الحل اليسير ثم تدرج في الحل تعامل مع المشكلة على أساس أنها مرض يحتاج إلى علاج وليس صاحبها فلا تفكر أن العلاج هو التخلص من صاحبها تذكر أنك تتعامل مع بشر والبشر يخطئون ويصيبون ولهم أحوال فإذا بدرت منهم أثناء هذه الأحوال خطيئة فهي لا تعبر عن طبيعتهم بل عن الأعراض التي يعانون منها أنشطة ذهنية نشط ذهنك ودرب قلمك عزيز الدارس قم بتصميم بعض البسترات الإلكترونية تتناول فيها القواعد الذهبية للتعامل مع المشاكل الزوجية أرسل التصميمات إلى إدارة المنصة للتقييم ترجمة نانسي قنقر